بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم نتمنكم إن شاء الله تكونوا كامني في تمام الصحة والعافية كنرحب بكم من جديد أخواتي في قناة حلوية أم آدم وإياد اليوم أقترح اليوم جيد سهل واقتصادي أخواتي بني بثلاث ملاعق فقط وصفة جيد سهلة واقتصادية توجد في دقائق كنحصل على لوح البني أخواتي مقرمش وهشيش من داخل ومشاربش ولا نقطة زيت الوصفة تستهل تجربة مليون بمئة تفرحوا بها ولدتكم وتفرحوا بها عائلتكم فلما نطول شعلكم مش نخلكم مع المقادر الطريقة التحضير وفرجة ممتعة وهذا هما المقادر دينا أخواتي عندي هنايا ثلاث ملاعق سكر سنيدة أو سكر الخاشين كما تلاحظوا معي عندي كذلك ثلاث ملاعق من زيت المائدة وعندي ثلاث ملاعق من الحليب الحليب عادي أخواتي هاد المقادر كيمشوا بنفس القياس ثلاثة 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 يعني ثلاثة ملاعق كبيرة كد مشي بيهوء فيهم كذلك بيضة واحدة عندي ثما سبعة جرام من خميرة الحلويات أو بيكم باودر عندي هنا وحد شوية شوية بشر برتقالة لتنكيه وعندي كذلك واحد القليل من حبة حلاوة كذلك للتنسيم كيجو هاد المناسمة غزالين فاد البيني هذا وهناي بالنسبة للتحين عندي ميتين وخمسين جرام ولكن ما عنستعمله شي كامل أخواتي دابا نقول لكم حاستعملنا فصفي هادو هما المقادر دينا جيد بساطة أخواتي وغير مكلفين فصفي هنا مش ناخد واحد لإناء أخواتي وحا خلط جميع المكونات ديالي فهذا الوصفة ما فيها حتى الشي تعقيدات وان شاء الله تجربوها مشتنال الاستحسان ديكم أكيد تفرحوا بها وليداتكم ولنداركم يعني شعن قلكم واحد الوصفة غزالة ما شاء الله وضغية كتوجد يعني في دقائق توجد القوتي ديكم هنا من نسبة للقياس أخواتي تقدروا تضعف المقادر إذا على حسب العائلة ديكم يعني الأشخاص العائلة ديكم قد ضعف المقادر إذا كنتوا قلالين بكم فهذا الكمية كافية حتى تخرجت لي عشرين بيني أخواتي يعني من الحجم متوسط مشي صغير بزاو مشي كبير بزاو فيه عشر عشرين ديالجرام يعني الوزن ديالأقراس صفيتم ما شوفتم معي زيت جميع السوائل ديالي تطربتهم من بعد تبدأ كنزيد دقيق شوية 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 مع بيكين باودر أو خميرة الحلويات سوف ننجمعها بسفاتولا جيب سمخلص ويمكن بقاعدة في الزبع تشكل هذا لكي نقوم بزاو مدينة من جلال لتأكيد دقيق شوية شوية بشوية ونجمع يا صفيتم السفر حتها حتى رفض صفيتم وضعها سوف نشكره بزاو مدينة دقيق شوية بالمدينة دقيق شوية ونجمع نجمع العجين لكي تحتاج لعريك لولو فقط نرى الجنسة العجينة نجمعها نجمعها في واحد الإناء وننتقلها نشكلها هذا هو الدقيق 50 دلقرام نعطي القياس بالتدقيق 50 دلقرام 200 دلقرام نأخذ 1 سنية 1 طاوة ونبدأ نشكل الكويرات وزن 20 دلقرام بني متوسط الحجم نحن نشكلها نحن نشكلها لن نحن نشكلها ولكن لا يوجد مشكلة نحن نحن نشكلها نحن نشكلها العجينة مرخوفة لا يوجد قصحة نحن نشكل العجينة نشكلها 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 نحن نشكلها نحن نحن نمش في مرحلة الفرن أو ألومنيوم أو أي شيء ونضهن وضع تقبل ونشكلها وننجبد نجبد و نعوط الدائرة على قدر المستطاع ننزلهم على ورق الطبخ أو ورق الفرن نقوم بإمكانك تقبل في الوسط و ندورها بحل تشكل السفنج التقبلات التي تعملنا في الوسط و يجب على تساوية الدائرة العجني و يجب علينا دعوا نحاول تفضل السفنج نستمر على هذا الشكل نستمر على هذا الشكل نستمر على هذا الشكل نستمر على زيت المائدة نشكل الأقراص هذه الطريقة الثانية نشكلها على كرس نشكلها على شكل حربل نشكل القرص نشكلها على شكل حربل نشكل القرص نشكل الملتقى اخذت مقلات زيت مقلات وزيت زيت قليلا اضع نار متوسط اضع نار نقص العفية على مهل لكي لا تخطف لكم من خضر من الداخل نقص العفية على مهل نقص العفية على مهل وثم نقص العفية على مهل نحن نقص العفية على مهل لا يستقبل الزيت نقوم بشكل كبير نقوم بشكل كبير نستغرق الكشكوشة نقوم بشكل كبير 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 أناد تصدقوني اضافة طبقة مقرمشة اضافة الزبدة اضافة المكونات اضافة الحليب يستعمل عاصر البرتقال اضافة الحليب عند وقت البرتقال اضافة وصف assistant اضافة اضافة الرائف اضافة نستمر على هذا الشكل بعد كمية كاملة نحصل على هذا الشكل يكون المحمرين وذهبيين يحتفظ بهم يحتفظ بهم بشوكولاتة كذلك لأطفال سكر ناعم يفندهم في السكر الخشين يجب أن تكون سكر حبيبت وإنك تزيين على حسب الرغب وولدة يمكنك تعمل عليهم خطط شوكولاتة ويجب أن تفندهم بسكر غلاسي ويجب أن تحتفظ بهم بسكر وإنك تحكم فيه يجب أن نعملهم سكر غلاسي من الأحسن يجب أن تكون لها الشكل يجب أن نكمل جميعا تستخدم السكر ينظر على جميع الوقت هذا الشكل نحن في البنية وذهب إلى كمية لا يوركي كمية يجب أن نعمل أن نستطيع التفاصيل لها التفاصيل كمية مناسبة أخواتي يجوون مقرمشين في ميكان عطهم ومن دخل يجوون طبوه شاشي أنتم ما سمعتم معي أخواتي والمدق ديلهم لا يعلى عليه في الحقيقة يجو حد المدق غزال ما شاء الله فكانت منحة أنتم ما تجربوهم لوليداتكم وتفرحوا بهم راسكم في هذا الظروف اللي كي يمر بنا يعني الحجر الصحي قال سينعي في ديورنا لا تنسونيش أخواتي متشجيعات ديكم وتعليق ديكم وليلايك ليلايك ليلايك أخواتي باش يطلعوا لي الفيديوهات وكذلك تقسموا هاد الفيديوهات مع الأصحاب والأصدقاء والمعارف ديكم كامل إن شاء الله باش يكون مزيد من العطاء إن شاء الله مستقبلا فعند رب لكم موعد إن شاء الله في فيديوهات القادمة تهلوا لفراسكم ومع السلامة تهلوا لفراسكم ومع السلامة